ما حكم تجارة العملات الفوريكس وهل فيه تفصيل؟ كل شوية بتطلع صور كتيرة لهذه المعاملة أول ما طلعت لحنا در الإفتاء قالت بعدم جوازها هي المعاملة اللي هي شراء عملة بتاعة دهب أو شراء مش عارف بترول أو شراء حاجة كده عن طريق الإنترنت عن طريق برنامج معين هي هذا البرنامج له أنه هو يشتري فيه حاجة اسمها مارجن رفع عملية ويشتري ويدلوا مش عارف هامش ربح وبعدين تبصي تلاحظي أنه لهو بيمسك سلعة ولا أنت تعرفي مين بيبيع ومين بيشتري هي زي البيتكوين كده ما ولنا لا دي حاجة تانية هي الفوركس المعاملة عن طريق منصة كده زي كأنها مثلا برصة عالمية أو نحو ذلك ولكن احنا الحقيقة حرمنا المسألة اللي فيها الرفع المالية أي حاجة تاني بيجد فيها أو تستجد فيها بنتطر أن احنا نشوف المعاملة ونشوف طريقتها وبنتطر أن احنا نحكم عليها حكمتين ولكن لنا بقولها الأصلية دية اللي احنا فعلا حرمناها في در الإفتاء هي اللي كان فيها رفع عملية بعد كده أي حاجة جديدة لابد أن احنا بننظر فيها لأن كل يوم بتطلع أمور جديدة في هذه المعاملة اللي هي الفوركس نعم لأ الفوركس في الأموم كده بنقول لا يجوز في الأموم كده لا يجوز في بعد كده معاملات ظهرت عالجة مسألة الرفع المالية وعالجة بعض الكسور فدي بنقول طب يا جماعة هتهالنا تاني عشان احنا نشوف ايه اللي ممكن يكون يسبب بطلان هذه المعاملة أو يسبب قوة كوسوفيا جميل